من أول ما اخترعوا السيارات كان دايماً في تساؤل عن المحرك المهندسين فكروا بمحركات الكهرباء من أول يوم لكن دايماً كان فيها مشكلة واحدة المدى؟ لهذا السبب العالم تحول للمحركات العادية اللي بتعمل بالبنزين لكن هاي المحركات بتلوث البيئة وبتستهلك الوقود فشو هو الحل؟ اليابانيين فكروا بالموضوع وتوصلوا للحل محرك الهايبرد تويوتا كانت السباقة في هاي التكنولوجيا وأول وأنجح سيارة هايبرد تنتج على نطاق تجاري واسع كانت التويوتا بريوس تويوتا سريعاً اعتمدت تقنية الهايبرد في معظم سياراتها وأجدد سياراتها وأكثرها تطوراً هي الكاميري هايبرد الجديدة طيب شو يعني الهايبرد؟ هايبرد يعني محرك هجين محرك بنزين زائد محرك كهربائي بعمل بالبطارية كيف بشتغل؟ بسيطة محرك البنزين بشتغل لحاله زي أي محرك تاني محرك الكهرباء بشتغل على البطارية والاتنين بشتغلوا مع بعض وهيك محرك البنزين برتاح ومحرك الكهرباء بشيل عنه التعب وبالتالي بصرف وقود أقل طيب ولما يخلص الشحن بالبطارية؟ ببساطة البطارية ما بيخلص فيها الشحن لأنها بتظلها تشحن دائما كيف؟ كل مرة بتدوس على الفرامل الطاقة اللي بتروح في المكابح على شكل حرارة بتحولها هاي المكابح لطاقة كهربائية بترجع بتشحن البطارية وإذا هاي الطاقة ما كانت كافية محرك البنزين كل مرة بشتغل برضو بشحن البطارية يعني الهايبرد مش سيارة كهربائية صح؟ أحيانا بتكون سيارة كهربائية لما البطارية يكون شحنها كافي وعلى سرعة منخفضة السيارة بتصير سيارة كهربائية بالكامل ولما الشحن ينزل في البطارية أو لما بدك سرعة أكبر بشتغل محرك البنزين وهيك بتاخد القوة الكاملة منه مع قوة المحرك الكهربائي وبالتالي السيارة أداءها أفضل وطول ما المحرك الكهربائي بياتي طاقة محرك البنزين ما في داعي يشتغل بكل قوته هذا معناه أن السيارة بتصرف وقود أقل وبالتالي انبعاثاتها من الغازات الضر أقل أثرها على البيئة أقل وتكلفتها على جيبتك أقل وهيك بتكون وفرت فلوسك وكسبت قوة أفضل وساهمت في الحفاظ على البيئة الحل المثالي تويوت تكامري هايبرد